قضية عودة التوفيق وكذا لا هي تدخل في إطار معارضة بائسة معارضة عجزة عن احتواء الغضب الشعبي الجزائري عندما كنا نقول لهم في ذلك الوقت عليكم تمثيل الحراكة الشعبي وضع قيادات ووجهات تمثل حراكة الشعبي من أجل أن هذا يكون هو ليفاوض السلطة أنذاك ويفاوض الأمور من أجل تحقيق أهداف ومن أجل وضع شخصيات من الحراكة الشعبية تكون في السلطة كانوا يقولوا لا تمثيل حراكة الشعبية هو اغداء الحراكة الشعبية حركة شعبية يا أخي الشعب المواطن ما يستطيع يقتذلك عمره كله هو في الشارع آرع بأي منطق تفكرون خلي تحقق الأهداف الشعب خرجلك للشارع أعطاك قوة إذن أن تمثله وأنت تواصل والشعب خليه يروح يمارس حياته عندما تدخل أنت في السلطة هناك عندما تدخل للسلطة وتضع رجالك وتتخندقهم في صناعة القرار وشاركوا في صناعة القرار أو أن يكونوا أصحاب القرار هنا يبدأ تحقيق الأهداف مرحلة أخرى كي أهداف لا يمكن أن تتحقق من الشعب قال لك لا هذا هذا ما كانش منهو هذه مؤامرة على الحركة الشعبية الحركة الشعبية الشعب وصارت حكاية استعمال كلمة الشعب بهذه الطرق التي لا تقدم ولا تؤخر شيء طبعا لن تتوقف الأمور هنا ستأتي مرحلة ويقول لك يحيى تلقوه وسلاله موجود موجود في الخارج وكذا 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 ستصنع سيناريوهات وسيناريوهات أنا أقول لكم توفيق حتى إذا كان حكم عليه بالتخفيف أو أنه بقي ثلاث سنوات أو مدة زمنية معينة وحكم عليه بثلاث سنوات انتهت عقوبته سيعد بيته وينهي حياته في هذه الطريقة توفيق انتهى أما قضية أشخاص كانوا مقربة توفيق كان مدير جهاز كان الرجل الأول في جهاز الاستخبارات هل في رأيكم يتم تفكيك هذا الجهاز نهائيا لأنه فيه أشخاص كانوا يتلقون الأوامر أنتم ما أماما تعرفوا نفسية العسكر كثيرون لا يعرفون نفسية العسكر فيهم ناس يكونوا أصدقاء دفعة واحدة واحد يحال على التقاعد ولا واحد يتولى منصب مناصب عدية خلاص واحد ما يسأل في واحد في الغالب اليوم في واحد رأيه ممكن ضابط كان واحد مسؤول عليه غدوة انقلب بالآية الضابط هذا اللي كان لأخر يقول لي هذا مسؤول على ذاك ما يقولوا البارح كنت أنا مسؤول عليك ولا البارح كنا نرقده في شمبرة واحدة ولا تخرجنا دفعة واحدة هذا منطق الناس تتعامل كثير يتعاملوا بمنطق الغوغائية وبمنطقة كأنهم مش يتكلموا عن مؤسسة عسكرية لديها خصوصيتها ولديها كأنهم يتكلموا على جمعية تبع الأحياء ما هي هكذا الأمور بل أنه فيهم كل مداخلة تتعلق بالعسكر يقول كنت في الخدمة الوطنية كنت في الخدمة الوطنية نعرف عبلة ونعرف عنطر ونعرف ما شو أعرف وكنت اطلعت على وثائق يعني لو كان أي إنسان أنا أؤكد بأنه الكثير من الجسائريين اللي يتابعوا فيها أدوا الخدمة الوطنية وفيهم يأدوا برطبة مرشح ضباط هل من المعقول أنه ضابط يأدي الخدمة الوطنية يطلع على كل هذه الأسرار ووفائق وتقارير سرية على من تكذبون حتى لما نيجي نحن لكنا في المؤسسة العسكرية ونقولوا كنا ضباط أهلا ما كنت تعرف شيء إذا كنت أنا كنت ضابط عامل يعني مجاجي ولا أعرف ولا أعرف هذه الأمور أنت قضيت سنتين خدمة وطنية مش نعارف وين طلعت على أسرار الجنرالات كلام فارغ وأنا أؤكد لكن أعرفهم عقداء برطبة عقيد لا يعلمون لا يعرفون شيئا عن أسرار جهاز المخابرات ولا غير بل أنه فيه اللي في المخابرات ولا يعرف إلا حدود المهمة الموكلة إلي إذن إخواني الكرام حكاية بعب عودة تفيق حكاية فارغة لا أساس لها إذن لن تتوقف السيناريوهات كما قلت سيتم الحديث عن التصفيات سيتم الحديث عن اغتيالات سيتم الحديث عن قتل فلان ومات فلان سيعودون أن الجيد صالح لم يتوفى بطريقة عادية بل أنه توفى باغتيال كل السيناريوهات وسترون ما في حكاية تفيق حتى لو يعلن غدا على أنه توفيق توفيه سيقوله لا لم يتوفى التوفيق وهو اللي يتحكمه جلسه وخيوط اللعبة وكذا وكذا والجنيرال فلان وحافظين أسماء الجنيرالات للأسف معارضة مثل هذه لا يمكن أن تصنع تغيير الجزائر والجزائر مستحيل مستحيل أنك تعيش في بعبع تعيش في بعبع وتعيش بكوابيس وتعيش كذا كذا وانت عايش في لندن وعايش في باريس وعايش في أي مكان أخرى وعايش في بهاجس المخابرات وأن المخابرات حركت حركت أشخاص معارضين وتمشي رأذبهم حتى يطعنوا في فلان علان وأنهم جهات أخرى يخططوا لاغتيال معارضين هذه بضاعة مفلسة أرددتها الكثير ويرددها الكثير كل واحد جالس في معارض يوميا هو على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى اليوتيوب وهو يصب في السلطة كيف يريد أن يبرز للمشاهدين أهميته؟ يبرزها بأشياء الشيء الأول أنه يعطيهم المعلومات وكذا وجدتني معلومات وكذا وكذا كذا حتى يبرز بأنه عنده مصادر الأمر الثاني حتى يعطي احتمال معين قد يقع ما يشابه لي يقول لهم أنا جدني المعلومات من المكان الفلاني وكذا وشفت المصدقيات أمر آخر أنه مستهدف مستهدف في ماذا؟ مستهدف صفحاته على الفيسبوك يراد إقافه أن الذباب الإلكتروني الجيش الإلكتروني صانع حسابات تريد التشويه وأمر آخر أن المخابرات تلاحقه إما عن طريق مذكرة التوقيف وكذا 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 أو أنها تريد تصفيته واغتياله يكثر من هذا البعبة حتى يعطي أهمية لوجوده في الدولة التي يتواجد فيها أمر آخر يعطي أهمية لنفسه بأنه استطاع أن يؤثر على الدولة الدولة الآن راهي جالسة لا يهمها إلا فلان في باريس أو علان في لندن أو بعلان في الدوحة أو خلان في مكان كأن هذا هو الأساس ونزيد نجزم لكم أنك فيها معلومات تنشرها بعض الصفحات يتم تسريبها من دوائر لديها حسابات أخرى تريد إشغال الناس بقضايا هامشية ووزدت هذا بمزرد ما تصل معلومة آه ولا تصل وثيقة ينفجر يا أخي نملك المعلومات التي لا تحصل ونملك الكثير ولكن ندرك تماما أن هذه المعلومات لو نعطيها لن تقدم ولن تنفع لا تنفع البلاد ولا تنفع العباد فليس كل ما نعرفه يجب أن نتحدث عنه وليس كل ما يصلنا يجب أن نروج له حتى نبرز أن لدينا أهمية ولدينا مصادرنا ولدينا ثقلنا ولدينا وزدنا